كابتن حسام حسن متوقع ونجاح مع منتخب مصر استمرار ونجاح مع منتخب مصر مبسوط من فكرة تجربة كابتن حسام حسام مع منتخب مصر بس كريم وأجلاً وأجلاً كان كابتن حسام هيمسك منتخب مصر يعني الناس كتير قراءة عايزين يضرب مصري وطني وخبرات كبيرة وكابتن حسام طبعاً خبراته كلاعب حدث على حرج يعني عن مستوى الدولي يمكن أكتر يبقى في تاريخ مصر اللعب الدولي ومثل منتخب مصر خبرات كبيرة جداً على مستوى النوم مدرب أو مدير فني كانت حسام شغال عطاق مدير فني من سنة 2008 تكلم من الراجل باله 15 سنة مدير فني فخبرات كتيرة مصر منتخب الأردن يعني تجربة منتخبات قبل كده كانت حسام اسم كبير أوي ولوه يبقى يعني وسط اللعيبة ووسط المدربين اللعيبة يعني حتحس أن فيه قيمة كبيرة مسكيهم طبعاً كابتا حسام كلنا عارفين حيثة الروح العالية والقتلية دي تعلمناها منه يعني أحنا صغرين وهو لعب أكيد هتتنقل اللعيبة بشكل كبير التجربة بدايتها هيلة بداية أعتقدش كابتا حسام ولا أي حد كان لا بدأها هيلة يعني تكلم سوركس الأمم يعني أربع انتصارات متتالية في التصفيات فيه ست انتصارات من ثمان مباريات في تعادل واحد في هزيمة واحدة من منتخب قوي جداً لواء كرواتيا فيه انت زيره أهداف عليك في التصفيات بيقول حاجة ليه يعني مدلولات كتير كلها كل المؤشرات إن إن شاء الله فيه نجاح بأمر الله تبدأ تقول أو كابتا حسام نفسه أكيد مستني كابتا حسام نفسه أكيد مستني مبارياتك كبيرة مع الفرق الكبيرة عشان يقول للناس كلها لا أنا أستحق وأنا اشتغلت مع كابتا حسام حسن في الزمالك اشتغلت مع العلاقة عاملة إزاي كان بيديك لا علاقة بكابتا حسام كتش كويسة كتش كويسة؟ اه ليه بقى كنت نسعي بأكلم بورا الستوديو مع مهيب صعب لا يعني أنا هو كابتا حسام جاي كانت فترة صعبة جدا أزول لك فترة كنت موجود فينا موديل بقول لك الحزوز وأنا مش فاهم طبيعة شخصية كابتا حسام يعني كابتا حسام بالنسبة لي كان آيدول يعني هو العيب وكنت حسس أن هو يحس بي بقى لأنه مهاجم برضو والحمد لله هداف وبتاع فكتحس أن هو يحس بي أكتر يعني من كده يعني كابتا حسام جاي وكان كلامه معي فلو كابتا حسام قبل ما يمسك فرقيتنا نادزة مالك في سنة 2009 كان بي كانوا عليك واسا أول حتى في السوداءات تحليلة لما كان بيطلها أحلل فكت متفاعل جدا بتجربته معانا وإن أنا هابا وفعلا أول ما جاء أول موتش أنا أنا كنت موجود أساسي في الملعب بس الموتش ده تغلبنا فما لاتش تاجي معاين ملعبتش سني حرفية معك تحملك أنت المسؤولية يعني؟ يعني تقدر تقول أمي الناس تحملها المسؤولية رغم أن أنا أنا في السنة دي كنت كم سنة كريمة كنت 22 سنة كان من اللاعب بعد كده؟ هو كان فترة دي've في السنة دي كان موجود أنا وأحمد جافر كان في طبعا كابتن ميدو وكابتن عمر سكى كان موجودين بس كابتن ميدو مش في فيهناير كابتن عمر ب pleasantه كان برضو أعرف إلي حصل ومش في يناير هو كمان فكملت أنا أحمد جافر بس يعني أمي في السنة دي ما كان شي غير أنا أحمد جافر كان فيه اتنين كمان بوجي و سيد مصعد كابتن حسام كانوا مبرة حساباته في الفترة دي يعني. يعني جعفر بيلعب وانا ما قاعدني ما يكتب. حلو. لما جعفر كان بيلعب زباك كنتش بيخسر؟ لا. اكيد في مباراة انا ما كسبناهاش. وكان كمان جعفر فيه ماتشوت ما ببقاش موفق يعني. ومش في حالة كويسة او. وفي ماتشوت انزلت كسبت الفرقة زي ماتش الجولة. ايه بقى كان مشكلته معاك؟. مع رأس. هي مشكلة نفسية تقدر تقول يعني. وانا كنتش. مدعي منك؟. لا مش مدعي مني. انا بس انا كان عندي مشكلة كبيرة جدا عند مدربين مصري كلها. كل مدربين مصريين عندهم المشكلة. انا ما بازع كان ببان عليها. بان عليها جدا. ودي بتصدر ازمة ومشكلة لأي مدير فني مصري ممكن تتخاني. في ناس بتاخدها بشكل سلبي. رغم ان ده بقى هرجعلك. ده كان من قصار تربيتي. جوانا بقى لانا ما بقالش. انا بقى رقم اثنين او ما بقاش ليه دور او بقى احتياطي. انا بقى احتياطي.